السلام عليكم سبعا خير نظر لكم دوكالسيجي المغربة والجزائري هنا موجود دفاعا على المغربين الشي اللي اهمني هو الطرف الجزائري فقط كنسبو المغربة ويسبونا المغربة اجعل النفس دوكا كطرف ثالث كسوري او كمصري او كافريقي او كأين كان شوفوا الجزائريين يسبو المغربة المغربين يسبو الجزائريين يسبو المغربين في المرآة الجزائريين نسبو الجزائريين ونسبو المغربين كيف يشوف هذا الطرف الثالث الذي يظهر كل jejناس المغربين فيما يشوف يظهر ان المرآة ك constructs ليتسلسقة اللي اهمني لأ genetics الكثير من youtube يقول لك لا تسبش لانه كي تسب يولي يسبنا كي تكشفوا يولي يكشفنا اهمني شخصية الجزائيلة انها متوسقش في العالم ادافع على بلادك حبيبي بتي تسبنا ادافع على بلادك تطفى الضو تطفى الضو على كل من يسبنا هذي يجب ان تعلموها لسيلانس لامير دي ريبانس بولن بي سيل تطفى الضو خليه يسب وبعد يبان واحده في العالم بلي هو ليسب وليموسق ها شو الجزائيلين ما يسبوه مواله وعايشين حياتهم وهذا ويسب تقول ليش نطلع على الآلام كي نروح نسبهم طلع على الآلام ما طلعش له هلام وسق الأعلام بتاعه ووسق الأعلام تاعك بفضلك انت توسق الأعلام بتاعنا تقول لا تحب الأعلام لا تدخلوش في أي حاجة حتى في الدين الله وصنا اننا نسب آلهات الكفار لماذا؟ اننا نسبوا آلهات الكفار هو ما نعطيه لهم الفرصة باش يسبوا آلهتنا لذي تعلموا من ديننا أولا هذه الدامة استعملوها الأفارقة في فرنسا ما حال استعملوها الأفارقة في فرنسا ما حال استغلوها هذه سبانة هذا بين جزائريين والمغاربة استعملوها ضد المغربي وضد الجزائري وبها يكسبوا نسال جزائريات ونسال مغربيات يدخل لك حلوش يقول لك يصطيو عليه البنات الجزائريات يخسيموه بخير هاو خرج معهم قاعد يدخل أحد أخر يقول لك أبي بلو ماروك يصوتيوا عليهم المغربيات ميغسيموا في خير ممسنوا أو خرجوا عليهم معهم نفس الشيء يستعملون المصاروة والسوليين وكلهم وكلهم من أجهز سببا واحد يسند المغرب لكي يكسب الجزائريات واحد يسند الجزائيل لكي يكسب المغربيات لذلك هما خاسرين وحنا خاسرين أنا دائما ننسي استيعى الطرف الجزائري حنا خاسرين لا يهمني إخسارتهم هما أنا تهمني إخسارتنا هنا أخوتي هذي يجب أن تحبسك كمبلتما لا تنفع ناش كيف تدافع على بلادك لا تحب بلادك لا تحب بلادك تطلع بلادك بقيمك بأمور إيجابية لا تسبب مثل بلادك أحسن تمثيل في الدومان تاعك انت طبيب مثل بلادك في الدومان انت تقرأ تطلع عن نبو تاعك هنا تمثل بلادك تمثل بلادك تمثل شبح بلادك تمثل بلادك شابة هكذا تدافع على بلادك أما هذه اللي علموه لنا أن الدفاع البلاد بالسبان و بالعيات كلها تفاهة و عمرها ما طلعت في شان بلدنا أبداً و كنت تهبطوا إلى أدنى الدرجات خويا اجتهد في مجالك هذه الطريقة الوحيدة اللي تبين حب وطنك و حب شعبك اجتهد اجتهد في العمل اجتهد في القرية أقرأ كتب دير دي بلوم هكذا تشارك في بلادك تشارك اللي رفع شأن الجزائر هنا وي أما تقول لي أن ندافع على الجزائر رح نسب المغاربة ديفاعنا على الجزائر الله حبيبي أما يهمنا للمغاربين للهندي الجزائر والجزائري إذا هذا الشيء رح يأتينا بضرر إذا لم نتقبلوش لم ندخلوش فيه خير يسبوه تقول لي تعليم خليه يسب طفي الضو يتطفي عليه الضو الذي يفهم بللي أنت أذكى منه وأنت أكبر منه أنك أنت مدخلس في اللعبة هو يشتح وحده وهو ثاني ولي يفهم ويهنونا ونهنوهم والحدود مغلوقة ونبقوا كمارانا طلب حجي كل هنا لا لا يوجد قضية حبا ولا دفاعا اليوم أنا حبا ودفاعا على وطني وبلادي وإنسانا يكاوش ديلوه في المجموعة المشريقية يسبو بعضاه من التمات يجب أن يفعلوا تيال الذي لا ترى بها ما هذا يضحك يدفعوا أن ترى شعوب بشامل إفريقية لا يترابين لا يعرفون ويهدروا موالوا فيهم يتطيحوا والسبان ويكشفوا بعضهم أمام الناس الآن يشوفوا رواحنا رونبو جزالي والمغربي يدفعوا على بلده لن تطيح الاختك يتطيح هكذا يتطيح الاختك جهوداتنا من أجر وطننا فقط ما سب عمره ما بنى بلاد عمره ما بنى حضارة عمره ما جعل بلاد تتقدم لماذا؟ بالسب هالك اللي سهلتها يا خوتي الله يحفظكم طفي الضوط بارتاجيو همهر الفيديو ماذا بيكم بارتاجيو ها؟ ترخبارتو باش الجزائري طفي الضوط كونك أعلى كونك أعلى مرطابة يساب؟ لا تسابش كونك أعلى مرطابة منه إنيورله الإنيورانس يرامر دياليبانس بولي زنبيسيل دعوه يسطح دعوه يسطح كما يحب كبير عليه انتهى كبير عليه لا تجاوبلوش لا تريحش في النبو التائك المستوى التائه مستوىك عالي هذه هي أخويا واختي السلام عليكم